أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا هذه الآيات ما مناسبتها أو ما صلتها بما قبلها بآية الحج من يستطيع أن يبين لنا الصلة بين هذه الآية وآية الحج هي ليست صلتها بالحج وإنما صلتها بآية قبل آية الحج قوله إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العكب فيه والبهد ثم جاء الحديث عن الحج وما يتعلق فيه رد السياق إلى الحديث عن حال المشركين الذين يصدون عن المسجد الحرام والذين كانوا سبباً في إخراج المؤمنين من البيت الحرام وهجرتهم ذكر الله تعالى قال هنا إن الله يدافع عن الذين آمنوا فكأن الصلة ظاهرة من هذا الوجه والله تعالى عالم ففي هذه الآية إشارة إلى ماذا هذه الآية فيها إشارة لتشريع جديد الجهاد وكأن الله تعالى هنا يشعر المؤمنين بعد هجرتهم بالاستعداد للجهاد ولذلك قيل أن هذه الآية هي أول آية نزلت في أمر الجهاد إعداداً للمؤمنين فإنها ليس فيها أمر وإنما فيها التهييج لنفوسهم وبيان لعلة ذلك وأسبابه الداعية إليه وهي إخراجهم من بلدهم وظلمهم قال الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذناً للذين يقاتلون بأنهم ظلموا فأما الآية الأولى في قول إن الله يدافع عن الذين آمنوا فإن فيها تأنيس للمؤمنين بأن الله معكم ويدافع عنكم وفيها أيضاً تثبيت لهم وأن لا يستعجلوا النصر أو ييأسوا من رحمة الله تعالى بما أوذوا فيه في سبيل الله وأخرجوا من ديارهم ثم قال الله إن الله لا يحب كل خوان كفور والمقصود بالخوان الكفور هنا هو وصف لشدة كفر الكافرين الذي وصل بهم الحال إلى أن يخرجوا عباد الله تعالى أو يتسببوا في إخراج عباد الله من بيت الله لا شك أن هذا جرم عظيم يستحقون به هذا الوصف المبالغ ثم قال الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير هذه الآية تدل على نوع من المدافعة وهو الإذن لهم بالقتال لم يأمرهم الله تعالى بالقتال هنا قال أذن للذين يقاتلون في قراءة يقاتلون بأنهم ظلموا وهذا يفهم منه بأن من حقهم أن يقاتلوا ويؤكد ذلك ختام الآية بقوله وإن الله على نصرهم لقدير ففيها الإذن بالقتال ولذلك جعل نصره معهم ولو لم يأذن لهم لما تكفل بنصرهم ففيه إشارة غير صريحة وإنما الإشارة الصريحة في قوله تعالى في سورة البقرة كُتِب عليكم القتال وهو كره لكم قد نزلت قبيل معركة بدر هذه الآية الكريمة أيها الإخوة فيها وقفة نقف فيها وقفة مع الأحداث الجارية اليوم لاحظوا أن الله تعالى يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ما نشاهده اليوم أيها الإخوة من أحداث دامية ومحزنة ومؤسفة في بلدان من بلدان المسلمين من اجتراء أعداء الله عز وجل عليهم بالقتل وانتهاك حرماتهم وأموالهم وتدنيس مساجدهم هو صورة من هذه الصور تلك الأحداث التي تجري الآن أيها الإخوة في سوريا والتي تظهر لنا حقا حقيقة هؤلاء أعداء الله عز وجل تلك الطائفة طائفة الظالمة المعتدية المفسدة طائفة النصيرية كيف اجترأوا إلى هذه الجرأة التي لم نرها حتى في ليبيا ولا في غيرها رأيت صورا ورأيتم أيضا صورا حقيقة تدل دلالة صريح على ما في نفوس هؤلاء من حقت على أهل السنة رأيتهم أيها الإخوة وهم يدنسون بيوت الله وهم يطلقون النار على المصلين بل إن مما يدل على ما في نفوسهم من الحقد وما في نفوسهم من الكفر أنهم أخزاهم الله وأذلهم يستهزئون بشعيرا من شعائر الله عز وجل وهي الصلاة في المسجد فأظهرت بعض وسائل الإعلام وهم في حال الصلاة هم لا يصلون وإنما يتمثلون صلاة في المسجد وبأيديهم السجارات كلما كبر فإذا به ينفخ هذه السجارة ويستهزئ بذكر الله عز وجل في الصلاة أي حالم أعظم من هذا الحال في ما يصل إليه أولئك من العدوان والفساد والبغي وهذا البغي أيها الأخوة لن يذهب على الله عز وجل ولا على عباد الله تعالى إلا بانتقام عاجل بإذن الله قريب من الله تعالى عليهم فإن الله تعالى تكفل لهؤلاء الذين قال الله تعالى فيهم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا فقد أذن الله أولا بقتالهم وهذا نأخذ منه حكما أي الأخوة أن مقاتلة إخواننا لهؤلاء الظلم البغاة مشروعة ليست في أي حال من الأحوال خروج على إمام أو خروج على ولي والي أو نحو ذلك فإن هذا قد طغى وتجبر وعاث في الأرض فسادا تهك الحرومات فحق للمسلمين أن يقوموا في وجهه قتالا وأن ينصرهم جميع إخوانه المسلمين وحق على المسلمين أن يؤازروا إخوانهم بالدعاء وحق على دول الإسلام أن تقف في وجه هذا الظالم الطاغية الذي نسأل الله عز وجل أن يورينا فيه بأسه الشديد وأن يذله ويخزيه كما أذل عباد الله المؤمنين وإن ختام الآية بقوله وإن الله على نصرهم لقدير إن في هذا أي الأخوة لدليل واضح على نصر قريب للمؤمنين بإذن الله تعالى وأن ما أصاب المسلمين اليوم من ضعف وظلم وخاصة في تلك البلاد وفي فلسطين وفي غيرها من بداد الإسلام إن ذلك مؤذن بإذن الله بنصر قريب من الله تعالى لكننا لا نستعجل لا نستعجل ذلك لأن الله له الحكمة البالغة قد يتأخر شهر أو سنة أو أكثر من ذلك أو أقل الحكمة لله تعالى لكننا نوقن يقينا تاما صادقا لا نشك فيه أن الله سينصر عباده والله الذي لا إله إلاه ونحن في بيت مبيوته بعد هذا الظلم الذي رأيناه وانتهاك حرمات الله والاستهزاء بشعائر الله والله لن يفلت هؤلاء من عذاب الله في الدنيا بإذن الله قبل الآخرة أما عذابهم في الآخرة فهو صائر عند الله عدلا لكننا ننتظر من الله عز وجل انتقاما وعقوبة عاجلة يقر بها عيون المسلمين جميعا وإن هؤلاء الطغاة إذا أذلهم الله وأخزاهم وأذهبهم وأسقط نظامهم فإنه سيكون به بإذن الله نصر وعز وتمكين لأهل السنة وهذا الذي يجب معه أيها أخوة أن نتواصفه بالدعاء لأن هذه الدولة وهذا النظام هو نصر وتعزيز لأعداء الله عز وجل الرافضة الذين يريدون أن يتمكنوا ويضعوا حلقة سيطرتهم ونفوذهم على الخليج وعلى الجزيرة العربية لكن الله عز وجل خذ لهم وأحبط كيدهم بإسقاط أنظمة كانت تولهم ومن أهمها وأعظمها وبرزها هذا النظام الطاغية الذي ننتظر فيهم بإذن الله عقوبة الله تعالى وعلى هذا أيها الأخوة نتواصى ينبغي أن نتواصى جميعا فرادا وجماعات أن ننصر إخواننا بالدعاء فإننا والله أيها الأخوة آقل واجب علينا ونحن نرى المصيبة أيها الأخوة أننا لا نسمع بل نرى بأعيننا وإذا رأينا المنكر بأعيننا واجب علينا تغييره واجب علينا أن نشارك إخواننا ولو بالدعاء والدعاء وأعظم السلاح الصادق الذي نرفعه في أسهم الليل فإن أسهم الليل مرتفعة إلى السماء قال الله قال الله عز وجل بعد ذلك أيها الأخوة الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله هذا من ما يبين الله تعالى فيهم من أسباب الإذن لهم بالقتال وكأن فيه تحفيز لهم عن القتال كأن فيه تحفيز لهم وحث لهم أن هؤلاء أخرجوكم من دياركم فحق أن يقاتلوا في سبيل الله قال الله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق والمراد بغير حق أنهم ليس هناك داع وليس هناك سبب شرعي يوجب إخراجهم من ديارهم وقوله من ديارهم يبين أن هؤلاء لهم الحق في الأرض لهم الحق في الأرض ويبين نأخذ من هذا فائدة أن المسلمين أحق بالبيت وسكناه بيت الحرام وسكناه من المشركين لأنه قال الذين أخرجوا من ديارهم فهم أحق بذلك وأخذ الأهل العلم من هذا فائدة أو استنباطا وهو أن التملك في البيت الحرام صحيح جائز لأن المسألة هنا خلاف بين المفسرين والعلماء هل يجوز التملك عند البيت أم لا اختلفوا في ذلك فإن الله عز وجل قال فيه في الآية الأولى سواء معاكه فيه والبات فليس لأحد فيه حق التملك لكن الأظهر والله تعالى أعلم أن المقصود البيت ذاته وإقامة شعائر الله عز وجل وشعائر الحج كلها ليس لأحد فيها خصوصية كل الناس فيها سواسية أما تملك عند البيت في البيوت فهذا مستقر ثابت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وبعد الفتح لم يأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب البيوت أن يتركوها للحجاج وأنما أقرهم على ذلك ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل بيته فهو آمن ومن دخل بيته أبي سفيان فهو آمن قال الله إلا أن يقول ربنا الله هذا سبب إخراجهم ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض يعني لو لم مدافعة بين أهل الحق والباطل لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكروا فيها اسم الله ما المقصود بالصوامع الصوامع هي أماكن العبادة التي تتخذ للرهبان وهي أماكن بيوت مستطيلة مرتفعة أعلاها أو مكان مرتفع أعلاه بيت يسكنه راكب ويتخذه المسافرون مكانا لمكوثهم إذ أن بعادة الناس أنهم ينكثون عند صحاب الصوامع التي سمعوا فيها الناس وتضاء فيها المصابيح أو نحو ذلك فلذلك قدمها هنا لإظهار منافعهم فيها ولكن هي قيمة لذكر الله والبيع أماكن العبادة للنصارى الأماكن العبادة للنصارى والصلوات هي أماكن عبادة اليهود ويسمونها صلوات في لغتهم والمساجد هي بيوت الله عز وجل التي شرعها لأمة الإسلام فما السر في ذكر أماكن العبادة كلها والإشارة إلى الطوائف كلها إشارة إلى أن مدافعة أهل الحق من المسلمين أهل الشرك حماية لكل من أهل الكتاب الذين يقيمون دينهم لأنها للشرك في الأصل لا يرتضون أي مكان لعبادة يخالف شركهم فلذلك ذكر الله تعالى الصوامع والبيع والصلوات إشارة إلى أن قتال المسلمين للمشركين فيه مصلحة ودفع عن أهل الكتاب وكأن في ذلك حظ لأهل الكتاب أن يكونوا مناصرين لأهل الإسلام كأن في ذلك إشارة وحظ لهم على أن يكونوا مناصرين لأهل الإسلام قال الله عز وجل يذكر فيها اسم الله كثيرا فما دام البيت يذكر فيه اسم الله تعالى فهو مكان معظم ومكان لا يليق أن يهان أو ويجب أن يصان لذكر الله عز وجل لكن هنا مسألة لا نطيل فيها وهي أماكن العبادة لغير المسلمين ما حكمها نقول أما الجزيرة العربية فلا يجوز أن يقام فيها غير مساجد الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام في جزيرة العرب دينان ولذلك يحرم أن يقام فيها الصوامع أو البيع أو الكنائس أو نحو ذلك لنهي النبي صلى الله وسلم فيها أما غيرها فذلك أمر مستقر في هذه الآية ثابت لكن هل هؤلاء على الحق أو على الباطل الذي يعلم من حالهم بشركهم بالله عز وجل و إشراكهم بأن جعلوا العيسى ابن الله والعزير ابن الله أنهم على حال من الشرك أنهم على حال من الشرك قال الله عز وجل وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وفي هذا تحظيظ أحظ للمسلمين أن ينصروا الله لينصرهم الله عز وجل لأن الله لأن الله وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ ثم ذكر الله تعالى هؤلاء الذين نصرهم الله ماذا يجب أن يكونوا عليه الذين نصرهم الله تعالى ومكنهم من ديارهم وبلادهم أو بلاد غيرهم ماذا يجب قال الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف أنه على المنكر ولله عقية الأمور لماذا خص هذه الأمور لماذا خص إقامة الصلاة إقامة الصلاة فيها إقامة شعائر الله وأعظمها الصلاة لأن الصلاة عماد الدين فإن أظهر شعائر الإسلام الصلاة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزى قوم بات مقربة منهم فإن سمع أذان لم يغزهم فإن لم يسمع أذان غزاهم دليل على أن شعيرة الأذان وشعيرة الصلاة هي دليل شعيرة الإسلام في البلد ولذلك يجب أو يشرع في ذلك إقامة هذه الشعائر ورفع أماكنها ومن فضل الله عز وجل علينا في هذه البلاد أيها الأخوة أنه في أوقات الصلاة تعظم يعظم ذلك الوقت فيتغلق المحلات ومحلات البيع وهذه خاصية لم أراها في غير هذا البلد كنظام متبع ونسأل الله أن يثبتنا عليها لأن هناك أيها الأخوة وناس يقولون هذا مما يضيع أوقات على البائعين ويخسر البلد كذا من الملايين ينظرون إليها نظرة مادية يقيسونها بحساباتهم المادية بل إنه للأسف الشديد هناك بعض طلبة العلم من أعانهم على ذلك بفتوى أو كلام يوافق أهواءهم فيقولون لم يكن هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو لم يأتي فيه نص سبحان الله هذا مما فيه تعظيم لشعائر الله وإعانة للناس على إقامة صلاتهم وضبط لنظامهم وحفظ لأوقات الصلاة التي ينبغي أن تعظم لأن مظنة البيع والشراء مظنة تضيع الوقت ويأخذ هذا من قول الله عز وجل في في أحكام في آيات في سورة الجمعة في شأن الجمعة قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فأسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فهذا دليل على أنه وقت الصلاة حتى غير الجمعة فإن الإنسان إذا علم أن هذا وقت صلاة تفوته فلا يجوز فيه بيعه وشراءه لأنه سيفوت على نفسه أمراً واجباً وهو صلاة الجمعة أما إتاء الزكاة ففيها إقامة معائش الناس ومصالح فيما بينهم فلذلك جعلت من أسباب إقامة الدولة وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففيه إقامة النظام وحفظ أحوال الناس بالمعروف وحفظ شعائر الدين ونبذ شعائر المنكر ونحو ذلك لأنه مظاهر الناس وأحوالهم من المعروف والمنكر هي التي يظهر فيها إقامة الدولة ونظامها قال الله ولله عاقبة الأمور إشارة إلى أن من حقق ذلك فله عاقبة حسنة من الله عز وجل ثم قال الله عز وجل وأن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير هذه الآيات واردة في سياق الحديث عن حال المشركين من أول السورة وهذه فيها إظهار حالهم في تكذيبهم ليش؟ للرسالات للرسل والرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تكذيبهم لأمر الله وكفرهم بالله عز وجل جاء هنا في بيان مساويهم المتعلقة بتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الله وأن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أولاً وفيه تهديد لهم من أن الله عز وجل سيعاقبهم وأنهم سيلاقون ما لقي أولئك الأمم السابقة التي كذبت قوم نوح وعاد وثمود التي قال الله فأمليت للكافرين ما قال فأمليت لهم؟ قال أمليت للكافرين ليبين أن عقوبة الله عقوبة الله يستحقها الكافرون بكفرهم فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكيد وفي هذا إشعار بأن الله سيبلي لكم لكن انتظروا عقوبة الله وقال فكيف كان نكير يعني انكاري بهذه العقوبة ولماذا لم يقل فكيف كان عذابي لماذا قال فكيف كان نكيري نعم أشد يعني انكار الله شاملة للعذاب وزيادة انكار الانكار عليهم وفي هذا ما نأخذ فيه فائدة يجب وينبغي للمسلم ان يكون حازما في امر المنكر وينكر ذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطعه بلسانه فلم يستطعه بقلبه وذلك أضعف الإيمان فإنكار المنكر هو سبب لإقامة دين الله لأنه كلما فشل منكر ضعفت مظاهر الدين فهذا حري أن نأخذه منهجا لنا في حياتنا قال الله فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد هذا تفسير لنكير الله وعذابه الأم الظالمة السابقة قال الله فكأي من قرية قرية كانت مقيمة على تكذيب الله وتكذيب رسله قال الله فأهلكناها وهي ظالمة إذن سبب استحقاقها للأهلاك هو ظلمها وتكذيبها وأعظم ظلمها تكذيبها لله ورسوله فهي خاوية على عروشها ما معنى قوله فهي خاوية على عروشها أي لم يبقى فيها بعد أهلاك الله عز وجل لها بقية لم يبقى فيها سقف ولا جدار خوت على عروشها والعروش هي السقف المرتفعة فإن عقوبة الله التي أصابهم بها قد قضت على آثارهم قال الله تعالى وبئر معطلة كيف بئر معطلة يعني بئر فيها الماء لكن لا ينتفع بها الناس لماذا؟ لأن الله قد أهلك أهلها فالبئر باقي والناس قد هلكوا وقصر مشيت ذكر القصر المشيت الذي شيد بالحجارة وشيد بالشيت وهو الجص الذي يمسك بقوة الحجارة فذكره الله تعالى باقياً ليكون معلماً على آثارهم وإهلاكهم فلم يبق فيهم إلا هذه الآثار التي تدل على إهلاكهم ومما يدخل في هذا قوم ثموت الذين بقيت في بعد إهلاك الله لهم بقية من آثارهم من قصورهم وشيدة في جبالهم من الحجارة فأبقاها الله تعالى لتكون آية وعبرة لمن خلفهم قال الله سبحانه وتعالى أفلم يسيروا في الأرض منهم هل هم المهلكون أو الباقون الباقون والخطاب الخطاب هنا للمشركين أهل مكة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقول الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا ويشاهد عقوبة الله لتلك الأمم فتكون لهم قلوب يعقلون بها هل القلوب العقل في القلب فلهم فتكون لهم قلوب يعقل بها بعض العلماء قالوا أن الآية دليل على أن العقل في القلب وهذه مسألة يطول النقاش فيها لكن الذي يظهر والله تعالى علام أن هذا ليس دليلا صريحا لكنه يدل على أن عقولهم قد تعطلت فتعطلت قلوبهم من الاتعاض لأن اتعاض القلب بالتقوى والإيمان حينما تدرك العقول ذلك وتشاهده عبرة فتتعض القلوب بالإيمان والرجوع إلى الله عز وجل والاعتبار فكأنه لما تعطلت عقوله تعطل أثرها أثرها وهو الإيمان والتصديق والاعتبار والرجوع إلى الله تعالى فلذلك قال لهم قلوب فتكون لهم قلوب يعقلون بها ليس لهم قلوب ليس لهم قلوب يعقلون بها وليس لهم عقول يدركون بها العبرة ثم قال أو آذان يسمعون بها أين الأبصار أين الأبصار لماذا خص الأذان دون الأبصار من يجيب أحسنت الأبصار إذا عميت القلوب عمت الأبصار فلم تشاهد شيئا تشاهد لكنها لا تشاهد حقيقة العبرة ولذلك قال فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وإنما ذكر هنا الآذان في قوله أو آذان يسمعون بها لأن الإنسان يعلم أحوال الآخرين بطريقين الطريق الأول بالمشاهدة والطريق الثاني بالأسماع فذكر الطريق الأول بالمشاهدة بقوله فلم يسيروا في الأرض كانوا قال فينظروا فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها الأخبار ممن شاهدها فتخصيص الآذان هنا والله أعلم من باب أنها موطن العلم بأخبار الأمم السابقة لأنه ليس كل أحد يشاهد ليس كل أحد يشاهد ذلك بل الأكثر ممن يسمع الأخبار قال الله عز وجل بعد ذلك فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور معروف أن القلوب في الصدور فلماذا ذكر الله تعالى القلوب هنا قيدها بالصدور ذكر موضعها لماذا مثل قول الله عز وجل ولا طائر يطير بجناحين لا شك أن الطائر يطير بجناحين لكن هنا فائدة ولطيفة فهنا قوله قلوبهم نعم ولكن تعمل قلوب التي في الصدور إشارة إلى أن هذه القلوب مع شدة ارتباطها بهم ولصوقها بهم لا يعتبرون هذه القلوب في صدورهم أين هي هذه القلوب في صدورهم قريبة من الاتعاذ منهم ونظرهم وبصرهم فأين هي لكنها قد عميت وهذا يدل على عماهم وجهلهم و قلة أو ضعف عقولهم في إدراك العبرة مما يشاهدون قال الله تعالى بعد ذلك ويستعجلونك بالعذاب وهذا تابع لقوله وأن يكذبوك فهم قد كذبوا الرسول كذبوا الرسول واستعجلوا وآيات الاستعجال كثيرة منها من يذكرن بها آيات استعجال بالعذاب قالوا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الحساب وأيضا قوله اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أتنا بعذاب عليم وأيضا ويستعجلونك بالعذاب في آيات كثيرة ومن ضمنها هذه الآية وهذا يبين سفههم قلة عقولهم كيف تستعجل بالعذاب وأنت تعلم أنك على حال من التكذيب والشرك بالله عز وجل فهذا يدل على سفههم قلة عقولهم وضعفها قال الله تعالى وَلَن يُخْلِفَ اللَّه وَعْدَهَ الذي وعدت بالانتقام منهم وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون هذا فيه انتقال من تهديدهم بالعذاب الدنيوي إلى تهديدهم بالعذاب الأخروي أي أنكم ستريدون وتقفون أمام الله في يوم كان مقدارك ألف سنة مما تعدون ففيه تهديد لهم بالعذاب الأخروي قال الله عز وجل وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير ما الفرق بين هذه الآية والتي قبلها في قوله فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة قال هنا وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير نعم جيد أن هذه ذكر فيها الإمهال وأيضا في هذه أيها الأخوة تأكيد العذاب وأن تأخير الله عز وجل لهم بقوله يستأجيركم العذاب ولن يخلف الله وعده أن إمهالهم لا يعني أن الله تعالى لن يؤخذهم في هذا تأنيس للمؤمنين وتصبر لهم بأن يصبروا فإن الله يمهلهم وضرب لذلك مثالا بقوله وكأي من قرية استحقت العذاب أي أنها استحقت العذاب فأمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير أي في الآخرة فهو في ذكري أخذ الله عز وجل بعد إمهاله حتى لمن استعجل فمن استعجل العذاب فإن الله تعالى قد يمهله من حكمته سبحانه وتعالى ثم قال الله تعالى قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين ما مناسبة هذه الآية مناسبتها بعد البيان التام والتهديد والوعيد جاء فيه ترغيب لهم وهذا الترغيب فيه تهديد لأنه ضمنه الإنذار دون التبشير قال يا أي قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين لم يقل نذير بشير قال نذير مبين في هذا تهديد لهم بالعذاب وتوعد مباشر من النبي من الله عز وجل لنبيه وكأن في هذه الآية تقوية لنبيه وتسليه وتثليت بعد استعجالهم بالعذاب وافتتاحه بقل كأن فيه اهتمام بالأمر والنداء للناس يا أيها الناس لفت لألبابهم ونداء لهم إن كانوا يعقلون فليحذروا هذا الإنذار فليحذروا هذا الإنذار فالغرض هنا أيها الأخوة إعلامهم بأن تكذيبهم واستهزاءهم لا يغيظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصده عن أداء رسالته وفيه قمع لهم وتهديد لهم وكسر لشوكتهم قال الله عز وجل فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم الله عز وجل قال لنبيه قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فهو نذير للمؤمنين والكافرين لأن إنذاره ليس للناس جميعا ومنهم المؤمنون فقال الله فالذين آمنوا ونفعهم الإنذار أي نفعهم الإنذار لهم مغفرة ورزق كريم وتأملوا وصف الله الرزق بالكريم أي الوافر والعطاء غير المقطع لهم أجر كما قال لهم أجر غير ممنون فرزقهم كريم من الله الكريم سبحانه وتعالى ويدخل في هذا رزقهم في الدنيا وفي الآخرة ومن أعظم ما يهب يهب الله عز وجل المؤمنين في الدنيا من الرزق المكانة العالية والرفعة وشرح صدورهم وإناسهم بذكره وطاعته وترغيبهم للخير كل هذا من رزق الله وهدايتهم لكل ما ينفعهم مع رزقهم الدنيوي قال الله سبحانه وتعالى والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم ما معنى سعوا في آياتنا ما معنى سعوا في آياتنا أي استمروا في الكفر بها ومعاجزتها ومعارضتها والذين سعوا في آياتنا أي سعوا لمعارضتها ومغالبتها والكفر بها والصد عنها يعني يدل على حرصهم على صد عن هذه الآيات ولذلك قال معاجزين أي يسعون لإعجاز الله عز وجل أو إعجاز رسوله صلى الله عليه وسلم ويغالبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتهمونه ويصمونه بالساحر والكاهن ويصفون آيات الله بأن أساطير الأولين معاجزة ومغالبة قال الله عز وجل أولئك أصحاب الجحيم هذا مأواهم ومصيرهم هذا مأواهم ومصيرهم نسأل الله رسول الله تعالى أن يوفيقنا وإياكم للإلم النافع والأمل الصالح وأن يتقبل منا صالح أعمالنا صلى الله وسلم على النبي محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجسنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجسنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر